إذا كان الضيق في الرزق بسبب المعاصي يكون كفارة نعم يعني الضيق في الرزق أرزق مقسمة وأحياناً ضيق الرزق يكون طبعاً بسبب معصية الإنسان وكذلك أحياناً يكون بسبب تفريط الإنسان في الأخذ بالأسباب وهو مأمور بأن يأخذ بها شرعاً وقد قدر الله للناس أن يأخذوا بالأسباب فمن تواكل وفرط في الأخذ بالأسباب أيضاً يكون قد وقع في ذنب يكون يسبب عليه ذلك أيضاً فعلى الإنسان إذا وجد من نفسه ذلك أن يتهم نفسه أولاً ويبحث في النعم التي امتنى الله بها عليه وينظر ما هي النعم التي قصر في شكرها فيتوب إلى الله من هذا التقصير ويشكر نعم الله ويعمل بطاعة الله ولا يستخدم نعم الله في معصيه ويكثب الأعمال الصالحة ويتحول إلى التقوى التقوى التي هي فعل الطاعات وترك المنكرات يتق المحرمات ويفعل الطاعات لله سبحانه وتعالى فعلى قدر ما يتق ربه سبحانه وتعالى يأتي الفرج من الله ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى فيتيصل الأمو ببركة التقوى بإذن الله عز وجل فإذا تاب وعاد إلى ربه كان ما سبق من الضيق وما إلى غير ذلك كفارة له كما سأل السائل والله تعالى أعلم لكن الفكرة لا يستمر الاستمرارية على هذا ويقول دي كفارة أنه عليه أنه هو يتوب إلى الله ودية زي إشارة ليعود إلى الله ويأخذ بالأسباب من ناحية إذا كان مفرطاً ويأخذ بأسباب الطاعة من ناحية أخرى ثم يرضى بخيرة الله له ولا يستعجل عند إذن يكون ما أصابه من أي نوع من أنواع الضيق أو الهم كفارة له بفضل الله سبحانه وتعالى وأحياناً أيضاً يكون مثل هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيثة من الطيب هل الإنسان بيطيع الله في الصراء فقط ولا في الصراء والضراء وهو قائم على العهد في جميع الأحوال وأحياناً بيكون رفع في الدرجات وتكفير للسيئات إلى آخر